أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي إلى ستة ملايين وسبعمائة وثمانية واربعين ألف شخص وفدت الوكالة بأن بولندا استقبلت أمس أربعة وعشرين ألفا وثمانمائة لاجئ من أوكرانيا فيما ارتفع عدد من عادوا إلى أوكرانيا إلى قرابة خمسة ملايين وذلك بعدما غادر سلسون ألفا وأربعمائة شخص أمس كانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشوع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفرين من بلدهم يتم بموجب منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية